نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن إصدار عملة بلاستيكية جديدة من فئة الخمسين جنيها وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن كافة التصميمات المتدولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي مضحا أن أي طرح لعملات بلاستيكية جديدة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي مشيرا إلى أن العملات البلاستيكية المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طبعتها وطرحها في الأسواق هي من فئة العشرة جنيهات والعشرين جنيها فقط